قبل أقل من أسبوع من الدخول للمدرسي، حمرة تلقيح عمال وموظفي قطاع تربية من أساتداء وإداريين تتواصل على مستوى مراكز التلقيح التي خصصتها وزارة الصحة للعملية وهذا من أجل ضمان تلقيح أكبر عدد ممكن قبل انطلاق السنة الدراسية ولأن عملية تلقيح الأطفال وحتى المتمدرسين يبقى أمرا واردا يؤكد مختصون وأطباء أنه يمكن تفادي تطعيم التلاميذ وتحصينهم من الفيروس في حال استكمال تلقيح كافة الأسرى التربوية نمتجه لهم نيداء، شوفي، هي لفاكسن هديا نورمال، كما لفاكسن تعني تعدلها الصغار كي يدروا هدك الفيروس، يوجد رياكسيون، باش مديهمش كما قلو حنا باش مديهمش حالة حطيرة ومع استمرار انتشار فيروس كورونا وتخوف من الموجة الرابعة فإن تلقيح الأسرى التربوية لا يعني تخلي عن التدابير الصحية داخل المدارس وعليه فإن تطبيق البروتوكول الصحي يبقى السبيل لضمان موسم دراسي آمن